اليوم نحن نشهد طوفان الأقصى اليوم نحن نشهد معركة طاحنة مع يهود ونرى بأن كثيرا من المسلمين يتخاذلون عن نصرة المسجد الأقصى ولكن الله سبحانه وتعالى وعد في القرآن الكريم يقول الله عز وقل في سورة الإسراء يقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا هذا الوعد ينجزه الله سبحانه وتعالى لمسجده الشريف وهو المسجد الأقصى ولئن تخاذل أهل الإسلام فإن هناك ثلة ندين لله سبحانه وتعالى أنها قائمة بإذن الله عز وقل وعلى أيديهم تكون نصرة المسجد الأقصى وقبل أن أتكلم عن هذا أريد أن أقلب صفحات تأريخية فيها دلالة واضحة تماما أن النصرة للإسلام لا تكون بالعتاد إطلاقا لا تكون بقوة السلاح الفئة القليلة جدا التي كانت مع نبي الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا في نهاية المطاف بعد التمحيص الكبير بداية يقول لهم نبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال إيش تولوا إلا قليل منهم قليل جدا هؤلاء القليل عندما أخبرهم نبيهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا اعترض منهم جزء كبير قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم هذا اصطفاء الله سبحانه وتعالى ليس لكم أن تناقشوا فأولئك القليل ناقص منهم جزء وبقي الأقلة ثم عندما ذهبوا مع ملكهم ومع نبي الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام امتحنهم الله تعالى بذلك النهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني الذي يشرب يغتر هذا لا يصلح بأن يكون معنا من الغزاح فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إيش النتيجة فشربوا منهم تخيلوا كم العدد الكبير الذي نقص من القيش فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هؤلاء القليل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه هؤلاء أيضا فتنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لماذا قالوا ذلك لأن وجدوا أن عددهم قد تلاشى لم يبقى أحد قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هذه الفئة التي ينتصر بها الأقصى وتلك المعركة التي نتكلم عنها معركة داود أيضا كانت عن المسجد الأقصى واضح قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا بالمجفع بالسلاح بإذن الله والله مع الصابرين ولما فصل طالوت بالجنود ولما ولما برزوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت كانوا عباد الله طيب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة عددكم قليل جدا أمام عدد العدو وكان في رمضان وفي يوم صائف ما كانت الأجساد متحملة للجهاد ولكن الإيمان يتأجج في صدورهم وكان عددهم قليل كما نص على ذلك القرآن الكريم وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف كم عددكم يا أهل بدر ثلاثمائة شخص في المقابل أن عددهم ألف ثلاثمائة ألف مائتين ثلاثة أضعاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف لا يوجد إشكال المهم أن يتأجج الإيمان في قلوبكم إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم بأن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا تصبروا وتتقوا التقوى يجب أن تكون موجودة هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين ثم أن الله أمدهم فقط بألف واحد سحق العدو وسحقت صناديد قريش طيب بعد عامين فقط ردت قريش الكرة في يوم أحد في يوم أحد هل كانت النصرة للمسلمين؟ لا يقول الله سبحانه وتعالى لقد صدق صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم معصية المغزي الغزوة فيها معصية هل انتصر جيش محمد؟ مع أنه جيش محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لم تكتب له النصرة لماذا؟ لأن الجيش فيه معصية قال وعصيتم وهذا كلام الله لا يوجد فيه خلاف من بعد ما أراكم ما تحبون شفت الفرق؟ وكذلك في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فوظننتم وظننتم أن لا تغني عنكم من الله شيئا فلم تغني عنكم شيئا ثم وليتم مجبرين وكان محمد صلى الله عليه وسلم معهم ثم عندما تابوا في الغزوة نفسها جاءت لهم النصرة نحن نستبشر اليوم هؤلاء كتائب القسام جزاهم الله تعالى خيرا وأيدهم الله تعالى بنصره هؤلاء أدركوا هذه الحقيقة وعدوا لسنين ماضية أن النصرة إنما تكون بالإيمان فما عاد كتائب القسام يحتاجون إلى أي حكومة من حكومات المسلمين ولكن نحن يجب علينا أن ننصرهم لا يعني أن ننصرهم أن نذهب معهم بالسلاح فنحن نخشى أن يشترك معهم قوم آخرون يرتكبون حماقات ومعصية انظروا ماذا قال موسى لقومه كيف تكون النصرة للإيمان قال يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين هذه الأرض المقدسة مكتوبة لكم ليس لكونكم بني إسرائيل ولكن لكونكم مسلمين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ثم جاء الله تعالى بخبر آخر وقال رجلاني من الذين أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب دخلوا بس بس بأينكم الدخلوا دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بس نبغاكم الدخلوا وانظروا إلى أحداث الأقصى اليوم يأتي شخص واحد أمامه جمهور لكن لأنه جاء ليحمي عن إيمان عن وطن عن موروث إسلامي قديم وذلك غاشم غشوم مغتصب فإنهم يفرون كأنهم حمر مستنفرة لماذا يخاف المؤمن؟ والله تعالى معه لماذا يخاف المؤمن؟ والله تعالى أخبره بأن الذي لا ينطلق من الإيمان هو جبان محقق فالنصر قادم قادم بإذن الله عز وجل وأنا أحسب أن هذه ختامية لبني صهيون فإن الدلائل القرآنية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها عن القوم الذين يجند بهم المسجد الأقصى نراها ظاهرة في كتائب القسام وفي سرايا القدس نسأل الله تعالى لهم النصرة والتمكين فإن هؤلاء يشترطون على كل جنودهم أن يكونوا حفظة للقرآن الكريم لا يقبلون واحدا لا يختم القرآن الكريم حفظا تخيلوا أن جيش قوامه حفظ القرآن الكريم تماما هؤلاء كتائب القسام قبل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر في قلسة واحدة وعددهم ثلاثة آلاف شخص سردوا القرآن الكريم سردا في يوم واحد من بعد من قبل طلوع الشمس حتى غروب الشمس في يوم كامل سرد واحدة نحن الآن يتاح لنا كل شيء هل نسمع هذه الأخبار في أوطاننا؟ أيها الأحب الكرام نحن ندعو أنفسنا بأن نكون عباد الله سبحانه وتعالى حقا بأن نرجع إلى الله تعالى رقوعا سليما فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن لا يعذب الناس وهم عباده وهم يستغفرون قد يعذبهم ومعهم أنبياؤهم كما وقع للمسلمين في يوم أحد وكما وقع مع الأنبياء كلهم قبل ذلك فإن أقوامهم زلزلوا وأنبياؤهم معهم لكن أن يعذبكم الله وأنتم مقيمون على عبادته هذا مستحيل لذلك يقول الله وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وهذه لام الجحود أي لا يريد الله أن يعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم لكن قد يعذبهم وأنت فيهم ثم يقول وما كان الله معذبهم ما قال ليعذبهم وهم يستغفرون أي أنه لا يمكن إطلاقا أن يعذبوا وهم يستغفرون ننصر بالإيمان وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والوعد من الله عز وجل قائم فإذا جاء وعد أولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ويقول الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد أي مسجد الأقصى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا